بيس يوسف بالنسبة لتا ديليوتة والإدارة منها السيد المدير العام أعطاء الواقع اللي موجود خاطر هذي حسب أرقام وحسب نتائج موجودة في حين سيعمر أعطاء قلفما إشكاليات بالنسبة لكم انتوما في المجمع الإشكاليات اللي موجودة استيق أولا أنت بتتعامل مع استيق ان دوزير مليو ان ديليكت على خاطر كي يقول لي راو استيق مايش حتى شكون مناها نمشي ثلاثة عربة مرات خاطر لي في كتيف ناقص إذا كان دي سياسة الدولة يظهر لي يزمنها ساعة نطوره ساعة للنقطة هذه إذا كان دي سياسة الدولة فما هي المرحلة الأولى ممكن اللي يزم نحكي وفهم الطاقات المتجدة بتبع الغية منها هي تقليص من العجز الطاقي بتاعنا كما عارنا في الفيتيار والهدف منها نقصه من الاستيراد لجاز والحكاية تكون كل لكن في الآخر الطاقة المتجدة ما تتحطش وحدها فمنظومة كاملة بيش توصلها الطاقة المتجدة موجودة وتنتش وإذا كان المنظومة الموجودة وراء الطاقة المتجدة تكون سوليد وفي الخدمة بتاعها بسرعة وبفاصل وهذا موجود الانتقال الطاقة يصير بطريقة لا سباح المنظومة موجودة المنظومة المنظومة كما ولا ناقصة حاجة هي ناقصة حاجة هي منظومة ممكن فاقت التوقعات في الناجاح متاحة نقول اللي صار شنو كما قال سيعمر معنا قبل ممكن كيبدأت في عام 85 وفي التسعينات في الألفينيات ما كانتش الطاقة الشمسية رونتابر في الوقت ذاك لكن الدولة كانت تحضر ممكن في في أنتسيو إيكونوميك بش يكون حاضر للمرحلة هذي اللي احنا فيها اليوم والهي حاجة كانوا ديفيزيونير فيها خاطر هذا اليوم موجود في تونس لكن تحضر من قبل تحضر من قبل وما فماش دول برش دول اللي عملت اللي عملناها نحنا في تونس مانا بارابور للجيرين ولا حتى المانا نسموه نسموه متقدمين برش وهذا الكل الثمار متع الخدمة اللي صارت على السنوات التالية ونحنا اليوم ممكن زادة ركز ونقوله قداش ركبنا من ميجاوات ولا قداش اقتصدنا من بريل لكن هكي بارتي من المشكل نقوله مثال في البرنامج الطاقية متاعنا نحب وماذا بنا نوصله خمسمائة ميجاوات في العام تقريبا كمش نوصل للأهدافة متاعنا ولا هو بش يمكننا من اقتصاد كذا وكذا وكذا لكن ننسا وساعات ما نحكيه وش على شو قيمة الاستثمارات هيكو الخمسمائة ميجاوات قداش فيها استثمار فيها الف وخمسمائة مليار استثمار بش يكون بش ينجزها الاستثمارات هيض مينش تمشي بش توقض الدور في الاقتصاد تونسي بش جي وتمشي عروحها من الحاجات اللي هامة نحكيه فاهم نيوة وهذا شو ينجب يكون عندها الامباكت على الاقتصاد وعالشركة على التشغيل وعالتشغيل وعالقيمة الموضافة خاطر احنا توفيه هذا الكل المحطة انفوها تحطط ما فيهاش قيمة تشغيلية ما فيهاش فالورة وشلي كبير انفوها تحطط على خاطر فالاخر هي بش ننتش ضو فما ما رجل تنزيد قصوى سنترال ولا فوق الدار تحطط وفاتها الفالورة الكبيرة ما قبل لسنترال ما قبل المحطات هذة قصوى في الديار ولا في المعامل والصنع والترويج والتركيب متاع لسنترال هل تحكي على قبل الخاطر هي شان كاملة كما يولينا في الفتيار فما العبادة مكاتب دراسات فما التركيب فما اللوجستيك فما عديد المصانع متاع البلاستيك البلاستيك لليمنيوم بلار فما عديد برشة حاجات في جروتهم هذا ونحن اليوم ممكن كنقوله نعطيه الرقم نقوله في بالي في الأهداف الطاقية متاعنا الـ 2035 فما استثمرت بـ 25 ألف مليار نحكيه على شفر كبير نحكيه على تقريب اشتر ميزانية تونس تعمل كامل موافقه لهذا سيفتحه له نعم واضح نحكيه كيف تركز أكثر من هك هنا بش نزيده نحكيه بش نزيده انتي كان عندك حاجة أخرى نقطة أخرى في هذا قبل منشي السي شاكيم تقولي كان فما حاجة خطرح نتوين المشكل المشكل لهو في الحقيقة مشكل بهي مش مشكل خيبة نقوله مشكل به على خاطر على خاطر النجاح ممكن فقط توقعات ممكن الإدارة متفيش شوية في نقاط معينة بل زيادة لقعدة تصير كل عام ممكن ما كانتش متحضرة كما يلزم بشتبع النساق هذا وفي الأخرى هذا مشكل متاحة بيها مش مشكل حاجة خيبة لكن يسمى قوله حاجة